اخي الحبيب اياك تئفل كل بواب اللي بينك وبين ربنا خلي دايما باب الاستغفار مفتوح اسمع كده قول ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا واسمع كده حديث سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم مفرجة ورزقه الله من حيث لم يحتسب وفي حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي وفيما يقول يا شهيرة اولي سيدنا علي اذا الهمك ربك الاستغفار فاعلم انه يريد ان يغفر لك فاستغفر ربنا دايما في كل وقت والاستغفار حاجة بسيطة هتقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوبه لي فالموضوع بسيط جدا فدايما دايما بينك ومن ربنا باب التوبة مفتوح انشورها لغيرك ممكن يستفيد بيها شكرا سلام عليكم